حذرت جهات أممية ودولية من كارثة إنسانية وشيكة في قطع غزة الذي يفوق عدد سكانها مليونين سما حيث أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة اليوم ارتفاع نسبة البطالة في القطاع إلى 75% مع زيادة الفقر إلى أكثر من 90% وقالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا أن نحو مليون وسبعمائة ألف شخص أي أكثر من 75% من سكان القطاع نزحوا إلى مناطق متفرقة بسبب العدوان الإسرائيلي ما ينظر بخدوث كارثة إنسانية متفاقمة قطاع غزة يعاني من كارثة إنسانية متفاقمة بعد نحو سبعة أشهر من الإبادة المدمرة التي شنها الكيان المحتل على القطاع أكثر من 34 ألف شخص استشهدوا في الهجوم الإسرائيلي الذي دمر مساحات واسعة من القطاع وفقاً لوزارة الصحة في غزة فضلاً عن مخاوف من وجود آلاف القتلى تحت الأنقاض وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا قدرت أن نحو مليون وسبعمائة ألف شخص أي أكثر من خمسة وسبعين بالمائة من السكان تركوا بيوتهم وطر كثيرون منهم إلى النزوح أكثر من مرة كثيرون لاذوا بمدينة رفح على الحدود مع مصر حيث تهدد حكومة الاحتلال منذ شهور بشن هجوم الأمر الذي أذكى المخاوف من تفاقم الأزمة الإنسانية النزحون تكدسوا في ملاجئ داخل أو بالقرب من مرافق الأونروا مثل المدارس وفي خيام مؤقتة أو منازل لم تدمر تماماً في الحرب تقييم مبدئي أصدره البنك الدولي في مارس الماضي أظهر إلى أن العدوان الإسرائيلي أسفر عن إتلاف وتدمير نحو 29.820 وحدة سكنية أو ما يعادل 62% من جميع منازل القطع مجاعة تلوح في الأفق هذا ما ذكره برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة حيث أشار إلى أن مليون ومئتي ألف شخص في غزة يعانون من مستويات جوع كارثية نائب المدير التنفيذي للبرنامج قال إن إدخال المزيد من المساعدات ضروري لتفادي حدوث مجاعة في شمال غزة من جانبها قالت وزارة الصحة في غزة إن 28 طفلا على الأقل معظمهم لم تتجاوز أعمارهم 12 شهرا توفوا منذ فبراير نتيجة سوء التغذية والجفاف اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر